السلام عليكم معكم دري احماتيك مواصلة في الدورة الخاصة بين دورة بلوغر من السفر للإحتراف اليوم سوف نرى مقارنة لأفضل المواقع لشراء الدومين إذن بالنسبة لهذه المقارنة أو المقارنة من خلال الزكاء الاصطناعي والثاني مقارنة من خلال التجربة بنفسي يعني أنا حاليا قمت باستخدام ثلاث مواقع من هذه المواقع نيم دوت كوم و نيمشيب و جودادي يعني سوف أشارك معكم تجربتي وما هو أفضل موقع لشراء الدومين الخاص بالمدونة الخاصة بك هذا إذا أردت تطوير المدونة الخاصة بك وحجز لها دومين بالنسبة إلى السؤال الذي قمت بوضعه للزكاء الاصطناعي قلت له أعطني مقارنة لأسعار الدومينات في هذه المواقع يعني هذه أربع مواقع مقارنة الأسعار لعام واحد ومقارنة الأسعار لأربع سنوات وما هو أفضل يعني ما هو الأفضل بينها في حجز الدومين لمدة طويلة يعني إذا أردت حجز الدومين لمدة طويلة ما هو أفضل موقع في هذه سلاس مواقع بالنسبة لي الإجابة عن هذا السؤال كما نرى هنا تقريبا موقع نيمدوت كوم وموقع نيمشيب تقريبا نفس الأسعار يعني هذه إجابة الزكاة الاصطناعي كما ترون 8.99 يعني سعر لمدة عام واحد أو سنة واحدا بين 8.99 حتى 12.99 دولار أما بالنسبة لي أربع سنوات يتروح بين 35.96 دولار حتى 51.96 دولار تقريبا هذا بالنسبة إلى موقع نيمدوت كوم بالنسبة لموقع نيمشيب تقريبا الأسعار منخفضة نوعا ما على نيمدوت كوم يعني بسنتات قليلة كما ترون هنا 8.88 وهنا 1.99 بالنسبة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات 35.96 وهنا 35.25 يعني في هذين الموقعين نيمشيب هنا أفضل بالنسبة إلى موقع جودا دي وموقع بلوهوست موقع جودا دي لمدة عام واحد السعر 11.99 حتى 14.99 بالنسبة لمدة 4 سنوات فالسعر يتروح بين 47.96 دولار حتى 59.96 دولار تقريبا بالنسبة إلى بلوهوست أيضا السعر يتروح بين 11.99 حتى 17.99 هذا لمدة سنة أما بالنسبة لمدة 4 سنوات فهي 47.96 حتى 71.96 هذه مقارنة الزكاة الإصطناعي من حيث الأسعار يمكن ملاحظت أن نيم دوت كوم ونيمشيب يقدمان أسعار أقل بشكل عام مقارنة بجودا دي وبلوهوست ومن بينهم قد تجد نيمشيب هو الأرخص يعني نيمشيب هو الأرخص هذه مقارنة الزكاة الإصطناعي أما بالنسبة لتجرباتي الشخصية يعني قمت بحجز دومين من هذه المواقع نيم دوت كوم تقريبا لديه أربع سنوات معه أما بالنسبة إلى نيمشيب تقريبا السنة ونصف أو تقريبا السنتين بالنسبة إلى نيم دوت كوم ثلاث سنوات يعني بلوهوست حاليا لم أقم بتجرباته كنت أريد أن أخذ منه استضافة لكن لم يحالفني الحظ بالنسبة إلى موقع نيم دوت كوم حجز الدومين لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات بالنسبة لمدة السنة كما نرى هنا 11.9 السنة الأولى بالنسبة للتجديد يعني كل عام يشحر رح تخلص 21.98 يعني كل عام رح تخلص هاد القيمة بالنسبة للحماية 9.99 السنة الضرائب يعني ضرائب حجز الدومين 0.18 دولار هذه ضرائب يعني تأخذها الشركة بالنسبة إلى حجز الدومين لمدة ثلاث سنوات يعني السنة الأولى رح تديه 0.01 لكن بالإضافة إلى 21.99 لكل سنة وأقل مدة تأخذها هي ثلاث سنوات كما ترون هنا الحماية 9.39 للسنة أما بالنسبة لي ثلاث سنوات تقريبا 29.97 أقل مدة يمكنك أخذها هي ثلاث سنوات بالنسبة لي الإجمالي يعني لو كان حسب هاد القيم السعر بدون حماية يعني لو كان ما تأخذش الحماية يعني الدومين فقط رح يكون سعر 43.99 لمدة ثلاث سنوات أما بالنسبة لي السعر مع الحماية رح يكون 73.96 بنسبة إلى نيم دوت كوم السعر لي السنة الأولى رح يكون 10.46 لكن إذا قمت باستخدام كوبون هذا الكوبون تجده في الموقع يعني هذا الكوبون تجده في الموقع سوف يقوم بتخفيض لك السعر حتى 5.98 بنسبة لي التجديد كل سنة رح تدفع 13.98 لكل سنة حجز الدومين لمدة ثلاث سنوات رح يكون 38.78 وسبعون دولار هذا لمدة ثلاث سنوات هذا موقع نيمشي بنسبة إلى موقع نيم دوت كوم حجز الدومين للسنة الأولى رح يكون 11.99 والتجديد يعني كل عام رح تخلص 17.60 17.17 يعني مع الحماية بطبيعة الحال بالنسبة للحماية على ما أعتقد السعر الخاص بها 4 دولار أما بالنسبة إلى حجز الدومين لمدة ثلاث سنوات رح يكلفك 55 دولار وهذا شيء جميل بالنسبة إلى موقع بلوهوست موقع بلوهوست بكل صراحة يتطلب حجز استضافة إذا قمت بحجز استضافة سوف تتحصل على الدومين بشكل مجاني أما بالنسبة إلى الأسعار يعني سعر الدومين لمدة سنة واحدة 12.99 أما بالنسبة للخصوصية والحماية سوف تكون بـ 11.4 المعزيرة 11.88 أما بالنسبة للإجمالي يعني أنت عام فقط أنا هنا تياح حبيت نشوف اللاعب فقط تجمع هذه القيام فقط رح يكون 24.7 لكن بعد إكمال الخطوة الأولى في حجز الدومين سوف ينقلك إلى خانة شراء الاستضافة يعني 1.99 للشهر في العام الأول يعني في العام الأول فقط رح يكون سعر الاستضافة في كل شهر رح تدفع 1.99 وشوف نتايلة كنحب تدير استضافة أو لا أما بالنسبة للخلاصة يعني من ناحية الشخصية أو من تجربتي فأرى موقع نيمشيب هو الأفضل يعني هذا الموقع هو الأفضل كما قلت لكم وهتي مقارنة بسيطة كما ترون يعني هتي المقارنة كل عام يشحل رح تخلص أو كل عام يشحل رح تدفع سعر حجز الدومين بالنسبة إلى جودادي كل عام رح تخلص 21.90 نيمشيب رح تخلص 13.98 بالنسبة إلى نيمدوت كوم 17.16 دولار بلوهوست تقريبا 24.87 دولار يعني من بين كل هذه الأربع مواقع أرى نيمشيب هو الأفضل هتي فقط كانت لمحة عن أفضل موقع لشراء الدومينات في الحلقة القادمة سوف نقوم بحجز أو بالتعرف على أسعار هذه الدومينات ونقوم بحجز دومين من موقع نيمشيب سوف تجدون كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع أسفل صندوق الوصف نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم شكرا